بسم الله و الحمد لله و السلام عليكم و رحمة الله و عزم في فيديو النهاردة و ان شاء الالله هنتعرف على التطبيق بعده europا ان احنا نستخدمه في الاتصال باي رقم مو بايل حول العلم بشكل مجاني تماما التطبيق اللي هات chuckling عليه النهاردة وتطبيق دينكتون واحد من التطبيقات الم harvesting جدا اللي نقدر ونعتمد عليها في ارسال رسائل الى اي رقم مو بايل حول العلم او حتى الاتصال بشكل مجاني تماما نقدر من اخلال زي التطبيق ان احنا ان نجمع لعمال الاتصال وان ان انت نسجل المكالمات وازه ما قلنا نقدر نتصل على اي رقم بشكل مجاني. هنبدأ في الشرح وشرطا طبعا رابط تطبيق يكون موجود في وصف الفيديو هندخل لربط تطبيق من وصف الفيديو بعد كده نفتح تطبيق في مدجر ويوجل بلاي ونقطع على انستول. هنثبت التطبيق على الموبايل بتاعنا وهنتعرف دلاتي على طريق استخدامه. انتهينا من تنزيل التطبيق الى الموبايل بتاعنا دلاتي هنفتح التطبيق. هنبدأ نعمل سكيب للصور اللي بتظهر لنا دي بعد كده نضغط على get started. دلاتي هنبدأ نعمل sign up او تسجيل او انشاء حساب على الخدمة عشان نقدر نستخدم التطبيق. هنضغط على sign up. بعد كده زي ما احنا شايفين ممكن نحنا نسجل برقم الموبايل بتاعنا بنكتب رقم الموبايل هنا. وبعد كده بنضغط على تسجيل او ممكن نحنا نعمل تسجيل حساب او انشاء حساب على خدمة بسخدام البريد الكتروني. مثلا نختلنا البريد الكتروني. هنا هنكتب الاسم بتاعنا وطبعا الاميل الخاص بالموبايل بتاعنا تم كتبته بشكل تلقائي. هنكتب هنا الاسم بتاعنا. وبعد كده من الاعلى هنضغط على continue او استمرار. بعد كده هنضغط على اوكي. بعد كده هتوصلنا رسالة على البريد الكتروني سجلنا به فيها رابط تفعيل الاميل ادرس او البريد الخاص بنا. هنضغط على الرابط اللي وصلنا على البريد الكتروني عشان نفعل حسابنا على تطبيق دينك تون. طبعا لو انت سجلت برقم الموبايل هيوصلك الرسالة فيها كود التحقق او كود تفعيل حسابك على دينك تون. بكده نكون انتهينا من عملية تسجيل حساب على تطبيق دينك تون. نقدر دلوقتي ان احنا هنستخدمه في الاتصال او رسال رسائل الى اي رقم حول العالم. وزي ما احنا شايفين بعد ما سجلنا حساب على دينك تون وصلنا رسالة فيها اه ان احنا كسبنا خمسااشر كريدتس نقدر ما احنا نستخدمه لاتصال او رسال رسائل خلال تمانية واربعين ساعة. مدة الصراحة الخاصة بالكريدس دي تمانية واربعين ساعة. نقدر احنا نستخدمها في الاتصال. طبعا هنشوف كمان ازاي ان احنا نقدر نكسب او كريدس مجانية نستخدمها للاتصال عبر التطبيق. لكن خلونا في البداية نشوف ازاي ان احنا نقدر نتصل من خلال تطبيق دينك تون. من القيمة الموجودة في الاسفل هنقط على او الاتصال. هنعمل سكيب للصور دي. بعد كده هنقط على زي ما احنا شايفين دي واجهات الاتصال الخاصة بنا. عندنا هنا في مربع صغير ده بيعرض لنا الكريدس اللي احنا نقدر نستخدمها في الاتصال. طبعا اه الدقيقة بتتحسب اي تقريبا بيكون واحد لكن في بعض الدول ممكن يكون الدقيقة بتاعتها اغلى من كده. فبالتالي احنا عندنا الولد 15 كريدس تحديدا اه معنا 15 دقيقة نقدر نتصل بهم لاي رقم حول العالم. للودي عشان نبدأ الاتصال باي رقم حول العالم هنبدأ ان احنا نحدد الدولة الخاصة بالرقم ده. مثلا لو عملنا تاقربة على اتصال بخدمة دعم امازون هنحدد هنا الدولة طبعا لوندين ستيتس. بعد كده التطبيق يكتب لنا الكود الخاص بالرقم الكود اللي هو مفتاح الاتصال. بعد كده بنكتب رقم الموبايل اللي احنا نتصل بي او رقم الخدمة اللي احنا نريد ان نتصل بها. مثلا نكتب رقم دعم خاص بامازون. بعد كده هنضع لازل استماع عشان نبدأ الاتصال. زي ما عنا شايفين ما قدرناش نعمل اتصال عشان التطبيق بطلب مننا نحنا نعمل لينك للفون نمبر بتاعنا بحيث ان المكلمة بتاعتنا متحددش على انها مكلمة سبام. فعشان نحن المشكلة دي بنضع على لينك فون نكتب هنا رقم الموبايل الخاص بينا. بعد كده بنضع على كونتينيو. هنأكد الرقم. بعد كده هنكتب الرقم اللي وصلنا في التطبيق. ونضط على كونتينيو. وكده هنكون انتهينا من عمل بين التطبيق ورقم الموبايل. كده لما نعمل اتصال الى اي شخص بيستخدم تطبيق رقم الموبايل الخاص بنا الرقم المحلي هنظهر للطرف الاخر لكن زي ما قلنا مش هيكون في اي رسوم خاصة بك مش هيتطبع عليك اي رسوم ولا هتخصم من انصب بتاعك اي مبلغ لما نستخدم تطبيق في الاتصال. نضغط على فنش. دلوقتي نكتب رقم الويل اللي عايزين نتصل به. بارك اضغط على الاتصال. زي ما احنا شايفين بدأنا هو عام اتصال. زي ما احنا شايفين نجحنا في الاتصال برقم امازون ومن خلال تطبيق نقدر نحنا نتصل الى اي رقم باستخدام نفس الطريقة. كمان زي ما شفنا ان احنا نقدر نعمل للمكالمة نقدر نسجل المكالمة بكل سهولة من خلال تطبيق تقدر تصل على اي رقم دولي باستخدام التطبيق تقدر ان احنا كمان نبعت اسم اس من خلال الضغط على ونبدأ نحنا نرسل رسالة باستخدام التطبيق. وكما نكون تعرفنا على طريقة استخدام تطبيق دينكتون والاتصال بأي رقم حول العالم باستخدام التطبيق اخر حاجة احبتكلم عنها هو ازاي ان احنا نحصل على كريتس بشكل مكاني عشان نستخدمها في الاتصال التطبيق بمنحنا تقريبا بشكل يومي على اثنين كريتس نقدر نحنا نجمع الكريتس بشكل يومي بحيس ان احنا لو حبينا نعمل اتصال في اي وقت يكون عندنا رصيد في التطبيق بتاعنا طريقة الحصول على كريتس سهلة جدا بنروح على خيار مور الموجود فيها اسفل بعد كده من اول خيار اللي هو جيد فري كريتس بنضغط عليه عندنا هنا مجموعة من الطرق اللي احنا ممكن نستخدمها للحصول على كريتس مكانية اول حاجة عندنا دا 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 بيسمح لنا ان احنا نحصل على كريتس كل يوم منجرد ان احنا بندخل للقسم الليه بنضغط على كريتس مكانية مجرد الدخول الى القسم دا زي ما احنا شافين رصيدنا كان 13 دولتي بقى 15 نقدر نحنا ندخل بشكل يومي الى خيار دا 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 ونجمع الكريتس المجانية ممكن كمان احنا نضغط على وزي ما شفنا حصلنا كمان على واحد كريتس بشكل مجاني ومن خلال الخيارات دي نقدر نحنا نجمع كريتس بشكل مجاني كل يوم وبعد كده في أي وقت نقدر نحن نستخدم الكريلس لي للاتصال بكل سهلة فيه كمان طرق ممكن نستخدمها للحصول على الكريلس المجاني إذا نحن نلعب جيمز من خلال التطبيق أو نحن نعمل دعوة للأصدقاء بتاعتنا ممكن كمان نحن نشتري كريلس من خلال التطبيق زي ما شايفين دي الباكجز الخاصة بالكريلس اللي نقدر نشتريها من خلال التطبيق لكن أعتقد أن الخيارات المجانية اللي نستخدمها القيارات دي كافية بمجرد أنت تدخل كل يوم تجمع الكريلس الخاصة بك وتخرج من التطبيق بعد كده ممكن تستخدمها للصال بأي رقم حاول العالم في أي وقت من خلال تطبيق دينج تون ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة أتمنى رب تكونوا استفدتم لو أحد عنده يستفسار عن أي حاجة أردت في الفيديو سيبناكم من أسفل الفيديو إن شاء الله يبعا استفساره تنسوش العمونا مع عمال شهير للفيديو واشتراك في القناة بتاعتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته